بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا اليكم من جديد هذه الحصة بحول الله سوف نتكلم بالمختصى المفيد حول الأغراض الشعرية لأنه من الضروري جدا على التلميذ أن يفرق بين الأغراض الشعرية فالأغراض الشعرية والسؤال معهود عنها في الاختبارات ما الغرض الشعري للنص ما اللون الشعري أو النوع الأدبي للنص فهون نقصد بها الأغراض الأغراض الشعرية تنقسم الأغراض الشعرية إلى شعر غنائي وجداني وشعر موضوعي الشعر الغنائي الوجداني ماذا تجد فيه؟ تجد فيه شعر الفخر وتجد فيه شعر الهجاء والرثاء المدحو الغزل الشعر الوصف وشعر الحكمة وشعر الزهد وشعر النقائد أيضا لكن ما يهمنا هو سوف نركز على أهم ما يمكن أن نأتي في السنة الأولى الثانوي والثانية والسنة الأولى الثانوي غالبا تجد فيه من الفخر أو الهجاء والرثاء هذا فيما يخص الشعر غنائي وجداني يسميناه غنائي وجداني يصلح للغناء وفيه نوع من العاطفة وهناك الشعر الموضوعي والشعر الموضوعي ماذا تجد في الشعر الموضوعي؟ الشعر السياسي ويدخل فيه الشعر الاجتماعي والشعر الفلسفي والشعر القصصي والشعر المسرحي إلى آخري يعني سوف نركز على الأهم هذه الأنواع لا بد للتلميذ أن يكون على دراية بها لكن إذا جاءك السؤال ما الغرض الشعري أن تقول تنتمي القصيدة إلى غرض الفخر أو إلى غرض الهجاء أو الرثاء دون ذكري غنائي وجداني هذه أو موضوعي لكن هنا ينبغي أن تكون على دراية بما الفرق بين الشعر الغنائي الوجداني والشعر الموضوعي مما يتكون تقريبا في السنة الثانية الثانوي تدرسون شعر الوصفة وشعر الحكمة وشعر الزهد هذه الثلاثة في الشعر الموضوعي يدرس في السنة الثانية الثانوي الشعر الاجتماعي وهذا ستكون لنا وقفات معه السنة الأولى الثانوي مثلا يدرسون تجد لديهم شعر الفخر أو شعر مثلا الهجاء أو شعر الرثاء وهذه الأغراض معروفة لكن ينبغي أن تركز في الشعر الوصف لحكمة الزهد خاصة السنة الثانية الثانوي هذه الأغراض الشعرية موجهة لأي طالب يدرس سواء في الأولى الثانوي الثانية الثانوي أو الثالثة الثانوي نقف قليلا مع الفرق بين غناء وجداني وموضوعي غناء وجداني بمعنى فيه نوع من العاطفة والأحاسيس كذلك بعض الشعر الأشعر تصلح للغناء مثل الشعر الفخر إلى آخره هنا في الشعر الموضوعي يتناول موضوعا بأكمله لاحد السياسي مثلا يتحدد عن قضية فلسطين مثلا فهذا الشعر السياسي عن الجزائر الشعر الاجتماعي يتناول مثلا قضية الأمية مثلا والأمية موضوع موضوع اجتماعي الفلسفي له علاقة بالفلسفة يعني ظواهر فلسفية ظواهر فلسفي وهذا لا يهمنا كثير القصصي تجد قصيدة شعرية عبارة عن قصة فيها شخصيات وحدات كذلك المسرح عبارة عن قصة وأستطيع أن تمثل على الخشب بالإضافة إلى الشعر المسرحي منه اشتهر فيه تقريبا أحمد شوقي وهو واحد شعراء مدرسة الكلاسيكية هذا لا يهمنا كثيرا ما يهمنا هو هذه الفروقات ينبغي على التلميذ أن يكون على دراية بها تمنى إلى هنا أنني قد أفدتكم ولو بجزء يسير نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر